قائم تريان مدريد لمواجهة برشلونا في الكلاسيكو وغيابات برشلونا اللي رح تكون في الكلاسيكو قبل ما تخوا بالتفاصيل يا رجال دعواتكم لأهلنا في فلسطين وغزي الوضع جدا 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 مأساوي يعني يبادي جماعي عبتصير والله شي بوجه دعواتكم ما طالب إيدنا إلا الدعاء إن شاء الله يا رب بالفرج العاجل ونصر قريب إن شاء الله والرحمة للشهداء وأمين يا رب العالمين اتفرج عنهم كربون يا رب العالمين قائم تريان مدريد لمواجهة برشلونا متل ما كان متوقع عب تشهد غياب السيبايوس وميليتا وكورتوا وأردا قولير أردا قولير تدرى بشكل طبيعي وما في أي مشاكل ولكن حفاظا على اللاعب من واتوقع إنه نشوفه خمس الشهر أمام رايوفايكان بيلينغ هام جاهز متما أكد أنشلوتي في مؤترا الصحفي ورح يكون موجود أيضا في الكلاسيكو تشكيل تريان مدريد متوقعة اللي بالصورة قدامكم تقريبا هاي رح تكون نفس تشكيلة نابولي ولكن رح يكون فرلم مندي بدل كامافينغا حتى إنشلوتي كان عب يلمح أنه فرلم مندي هو رح يكون أساسي ثم بالنسبة لبرشلونا بيابات برشلونا رح يلعب منهم حسب الأخبار ممكن نشوف ليفاندوسكي وممكن نشوف رافينيا فقط فابريزيو رومانو تم التأكيد بالفعل ريال مدريد مهتم بألفونسو ديفيز في ريال مدريد هم يحبون اللاعب فابريزيو رومانو التعاقد مع ظاهيرين في 2024 مهم جدا لريال مدريد وهم يراقبون العديد من الأظهراء المختلفة قال الكلاسيكو أكيد بكرة حيكون الساعة خمسة وربع بتوقيت مكان مكرمي على ملعب برشلونا والمعلق رح يكون حفيز الدراجي اكتب لي توقعاتكم في التعليقات لايك فولو على مدريد